بيانا تؤكد فيه أنها لن تلاحق أي من المقبول عليهم قضائيا في مرحلة لاحقة عقل فضل الأتصام إلا من هم طلبون بالفعل على زمة قضايا أخرى هناك عمليات للغاية العدوية وأيضا داخل بعض القاعات ما زالت العملية هناك عملية تتم بشكل ربما ممنهج وتبدأ بعملية إزاحة كافة مظاهر الاعتصام في البداية من كافة الشوارع المحيطة بميدان الجانب الآخر لكن الحديث حول أعداد بعينها من أستطلاق وعداد بعينها من أبقايا هذا أمر غير مؤكد الآن محمود عبدالبار الشيخ عبدالبار أتى مفاجئا في هذا الصباح طبعا هو الأول حصل التجربة بس هناك ناس كثير ما خدتش بالها اللي هو انقطاع النور انقطاع النور الفجر أو المبارح على أساس النشوف أو القوات تشوف التمركز بتاع الأطفال والنساء فين لما قطع النور دوات يبقى هم رفعوا درجة المساعدات جوه أماكن الاعتصام وبالتالي خدوا مواقع للدفاع عن نفسهم أو للضرب القوات فبدأ القوات تشوف التجربة بتاعتهم فين؟ حيتمركزوا فين؟ القوات أو الناس اللي هم هربانة من الأحكام زي صفة حجازي وما يعني زي صفة حجازي والبنتاجي دول يروحوا فين؟ التلاصردوا كلهم بالكامل حتى درجة ان احنا كنا عارفين من أول مبارح مكان معين انهم كانوا فيه دور التالت في مستشفى رابعة لحطفة حجازي والبنتاجي بهذا الدور ومحمد بديع كان في شقة بتاعت واحد أبو يعني كان رجل طبيب نفسي بتاعهم حياة وصفين وبالتالي تمت التجربة دي فقط النور ونفت بعد كده رزارة الداخلية أن قطع النور كان متعمد نوسيقى المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر